لمشي مع الزوار وتصيد له الأحرار وامشي بمسير اللي ضعني الهوى شمسا وبجي أضل طوله لداره واخدم لديه لهم كهي الموحي يا سائل المشيين نذرة وعمر لحسين يا سائل المشيين نذرة وعمر لحسين ليل الحزن لم صيبته يمشون لجل محبيته يقضون بدموعين حزن لو شهر طالت مدته لمشي مع الزوار وتصيد له الأحرار وامشي بمسير اللي ضعني الهوى شمسا وابجي أضل طوله لداره واخدم لديه لهم كهي الموحي يقضون بدموعين حزن هذا اللي يصع بوجي يربيت وعالغبر ضلت جيسيت من غيري تغسيلي يودف ولا شفينا شف دمعيت لمشي معي الزوار وتصيد له الأحرار ومشي بمزير اللي ضعني الهوى الشمساء وبجي أضل طوله الدار واخدم لجي الأمك الموحي والحيد عرم شليو ولمويل ضلع ملتو أحكي لهم عالي جارا وعالي قطاعوا لمنحارا بل كي إذا بي يعلموا نرجع نيشي لمن إثارا لمشي معي الزوار وتصيد له الأحرار ومشي بمزير اللي ضعني الهوى الشمساء وبجي أضل طوله الدار واخدم لجي الأمك الموحي واخدم لجي الأمك الموحي ثقيلة ما ي تھامك الموحي وانا تحفظ في مجرد اشتركوا في القناة 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 بمئة ثلاث قاعدان اثنين لنسا واحدة للرجال حاجة كواية مثلاً ما يعرفون عن زيارة الاربعين قاعدين ب اوروبا او بامريكا ما يعرفون ان هذه الناس مشون شنو الرسالة لتحب توصلهم مننا احنا تقريباً بين نجف و كربال شنو الرسالة اللي تتحب توصلهم العالم وكل الجيشات والله بعد الحسين يعني الرسول أوصبية صحيب الرسول يعني هو نبي الكل والنبي يقول حسين مني وأنا من حسين حب الحسين بعد ما أبي يعني ما يقبل نقاش ما أبي كل مجال بعد نطيحتكم شنية للزوار؟ نطيحتنا للزوار يعني زيارة الحسين يعني ما بيها كل مجال بعد هاي زيارة 40 من الدلائل علامة الخمسة المؤمن الخمسة ما بيها كل مجال هي واحدة هاي من الخمس زيارة يوم الأربعين أكونات يمكن أن يتابعونا وقاعدين مثلا بعيدين عنا أو يخافون مثلا من الانفجارات من السير هنا بالعراق شون تقدر نقولهم أن ماكو شي هنا والله الحمد لله ماكو شي كل انفجارات ماكو والحمد لله أمان ومع ذلك لو صار الانفجار احنا يعني مستعدين ما بكل مجال ألواء يعني يتمنى الشهادة على هاي الطريق وانفجار ونروح به نتمنى أمنيتنا بالحياة أنا عدي من أولاد عام اثنين بالانفجار واحد باب الإمام الحسين واتمنى السنان الشهادة أو انفجار أو أي شيء في خدمة الإمام الحسين في هذا الأيام واستشهاد وانفجار يا رأيت يا رأيت والله والله يا رأيت نتمنى أنتم مأجورين الله يوفقكم إن شاء الله دنيا وآخرة ويجعلكم الخدامة بعبد الله الحسين أحسنتم شكرا شكرا حياكم شكرا حياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and they have been doing this as mentioned for the last four years and over here you will notice that they actually prepare the meals for the pilgrims of a be a plaza saying just add the salads and to the breads with the kebabs which will be given to the pilgrims as mentioned today it was raining but still the pilgrims who are visiting abhi abdullah hussain their numbers were increasing in fact the numbers have reached record breaks this year as mentioned to us by the mayor of Najaf which we met today I'm joined again bayanada assalamualaikum حجيني بس عرفنا عليكم السلام حمزة حياوي هادي الشيباني اه شونو صفتكم هنا بالموقب حجيني انا اخو ابو مصطفى انا بألماني عايش وقت الاربعين اجي هنا لزيارة واجي اساعدهم بهذا الموقب اي صار السنة الرابعة وقبل هاي السنة كان الموقب يم عمو ستة وثلاثين الاكثر المشاهدين اللي جاي تابعونا هما اكثر شي من اوروبا قناة البيت الفضائية اللي تبث من لندن فاكثر اه وتعرف بعض اللي عايشين باوروبا ما ما عايشين هال اجواء ويستغربون لما يشوفون مثلا رقم خيالي يجي يتمشى شنو الرسالة اللي نحب نوصلها شنو هاي المشي اللي احنا جاني تمشى اهل ابي عبدالله الحسين هذا المشي هو اللي لامام الحسين سلام الله اللي اسست سيدة زينب سلام الله عليه يعني قبل الف واربعمل سنة من قالت يا زيد يا زيد لا والله لا تمحوا ذكرنا زين فهي تخلد اتسالة من رب العالمين وسبب جاية سيدة زينب هو الامام الحسين اللي لإعلان كلمة الحق حتى الله سبحانه وتعالى يدنورها الطريق هاي الزوار ويعني شوف ساتة مصائب المطر وبالبرد هاي العالم تجي ان من لا محتاجة فلو اسلام احتاج اي رئيس دولة بالعالم اتا عايش بلندن انا عايش بالمانيا او فرنسا خلي سووا مجتمع او خلي سووا انفاد ندوه هل الناس يجون لا خلي اكثر شي يجون يحضرون خمسمائة ستمائة نفر مي يحضر حوالي عشر خمسة عشر مليون كل يوم يحضر خمسين سبتين الف زاير للامام الحسين لوما هذا اللي يعد قضاء حاجة هذا اللي مطلوب ندير لوش اذا ما شايف شي من الامام الحسين هل يأتي لا فهذا كل احياء لذكر الامام الحسين سلام الله عليه ومصيبة زينب منعها منع المتوكل العباسي وهد الماء على قبل الحسين وراد يمنعها ما قدر منعها صدام حسين منعها قبل احمد حسين البكر منع عبد السلام عارف والله سبحانه وتعالى حرقها بالجو قبل ما يوصل الى الارض وتعيد ويمنعوها بعد وهم على الترجع حاجين اتجايين من المانيا عايفين شغلكم اكيد اهلكم شون الدافع اللي اتجاي يدفعكم لهذه الزيارة اتو شخصيا هو سبب راحتنا الالماني هو الامام الحسين سلام الله عليه يعني انا عمري تسع سنوات سنة 1977 انت في هذا الصفر انا كان عمري تسع سنوات واني احضرت الهاي الاربعينية وكان ابوي يمنعني وكنت اول اول هتاف اللي اتذكره اقطعي حيدر الكرار هان ماشي عليان ومن ذاك اليوم واجه وراح احمد حسين البكر لعنة الله عليه واجه صدام حسين سنة 80 ومنعها وقتل وهاي الجوز هذا خان الربع بعد هنا حوالي وروح شوف مكان الطاحونة وشوف الناس اللي يندفن الجوه وراد ان يقطعها احنا لو ما الامام الحسين انه وجود كل الغرب ما الى وجود غاندي يقول تعلمت من الحسين انا اكونه مظلوما حتى انتصر وعدنا علماء في المانيا استشعوا بهالفترة الاخيرة احنا مو ناس مثل الناس الوهابية اللي قضت الناس وعدمت الناس لا المذهب الشيعي هو احسن مذهب مذهب تسامح مذهب محبة مذهب هال اشقال صارنا في اوروبا يقين من سنة 1980 بدت الهجرة هجرة الشيعة الى اوروبا الى لندن الى السويد دنمارك في اللندن شوني سبب هو سبب الامام الحسين كانت قطعنا الامام ولكن انا عايش من مدينة شوعية هي منطقة لابزك ساكسي سبعين سنة ما يذكر اسم الله ولكن سامنة تروح اول مساجد انبنت للشيعة شوف الشيعة الالمان اللي كانوا ما يعترفون كانوا يجون الها والمساجد السنية اللي تبث الدعاية والوهابية مثل التنهاك موجود يحضر بها الجزائري والتونسي والوهابي ولكن انت شوف الشيعي من يطلعه من المسجد وشوف الوهابي من يطلعه من المسجد شوف فكر هذا وين وفكر هذا وين فكر هذا هو القتل والنشر والبوق والسلم وفكر الشيعي شوف فكر الله سبحانه وتعالى منور طريقه ومنور قلبه للإيمان وبركة منه بركة الامام الحسين سلام الله يقول لهما الامام الحسين لان الله يقول ما خلقت الارض نطحية ولا سماء المبني الا بمحبة هؤلاء الخمسة هم فاطمة وابيها وبعليها وبنيه من هو وبعليها وعلي ابن ابن طالب سلام الله وبنيه من هو الحسين والحسين سيدة شباب اهد الجنة إذا الإنسان ما يتمسك بدولة بالإمام الحسين والحسين بمن يتمسك يتمسك بالخليفة العول أو بالخليفة الثاني والحمد لله رب العالم والصلاة والصلاة بس أريد أترجم للإخوان وبعدين أرجع لك just a quick translation of the wise words from her the brother who mentioned that Saddam Hussein tried banning the pilgrimage the ziyara of 40 for the last 30 or so years but what he in fact did like the brothers from Germany and other Muslim Iraqis who fled the regime of Saddam what that did instead it increased the love of Abu Abdullah al-Hussain there's mosques in London mosques in Germany the city where he is there which he mentions it was a communist city where the name of God wasn't even mentioned but now the name of Allah is mentioned through Abu Abdullah al-Hussain and all these Iraqis that fled the love of Abu Abdullah al-Hussain increased Saddam thought that he could stop the love of Imam Hussein but in fact now you see 20-25 million people visiting Imam al-Hussain all asking through the intercession of Imam al-Hussain that Allah gives them, grants them their hajjat what's the other message that we give to 시냉 what are the message that we give to the elders of the chapters we want to send them to welcome us we want them to take care of the elders we do not take care of the elders so if Allah did forgive us then we can halt the love of Imam Al-Hussain on the vacation amen الله يوفقكم إن شاء الله أحسنتم جزاكم الله خير جزا عجينا أحسنتم في مرحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو الجسمي توذر بهوي عاصب تنكتر فلا أترك هواه الحزن منها تفجر غدت للمحن مصدى دمع زينا بسقاه دمع زينا بسقاه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمفصلين مفصلة والله لين أشاكي يا كربلا لو قطعوا بمفصلين مفصلة شرفكي رب العلا كربلا والقلب مشتاق إلى كربلا شرفكي رب العلا كربلا والقلب مشتاق إلى كربلا أرق والرب جعلها شرف للدنيا كيلها ومنعجب للبطولة ومنعجب للبطولة الغبار أصبح كحيلها ومشي للدم حجيلها وتغازلها الرجولة تغازلها الرجولة الوحي نصب كلالها بجنح شوق اعتنالها جعل بيها نزولة نقدسها ونجيلها ولا يعرف فضيلها سوى البار ورسولة سوى البار ورسولة أسوابها قد فصل بالدم وارضها مرسومة بالسماء فأصبحت أرض الولى جربنا والقلب مشتق إلا جربنا والله لين أنشاك يا جربنا لا اختعوك مرسلين مرسلين والله لين أنشاك يا جربنا لا اختعوه بمفصلان مفصلان شرفك رب العولى كربنا والقلب مشتق إلا كربنا شرفك رب العولى كربنا والقلب مشتق إلا كربنا ايه حرف هم وإراد وبطولات وشهاد عجز كل من وصاف المشي عليها عباد ومشيد هالبارشاد رفع دروة شراف بلطف ذات وداد جعل الهالرياد على الجنة يزيف وعلى الجنة يزيف بأكايل السعاد وجلابي بالسياد ملايك تتحيف ملايك تتحيف ما من نبي ومجاء أو مرسلي إلا أتعى بالأدم عيل هم لي يكفي لما يجري على كربنا والقلب مشتق إلا كربنا لله من أنشاك يا كربنا لما تتحيف بمفصلين مفصلين والله يلين أمشاك يا كربنا لما تتحيف بمفصلين مفصلين شرفك رب العلا كربنا والقلب مشتق إلا كربنا شرفك رب العلا كربنا والقلب مشتق إلا كربنا أرض والرب يعيدها مثيل جنة خليدها بمرابح الأمينة بمرابح الأمينة وبو يما رصيدها رصد ذروة مجيدها وتعالنا غب عينة وتعالنا غب عينة أخذ جوم وقصادها ضعن عاشم ورادها وتعالنا من المدينة وتعالنا من المدينة نزل وطن بشادها وجعل موضع عمادها بالإنفوس الحزينة بالإنفوس الحزينة أرض بها حلت رجال الصفا وقت رها غيحانة المصطفى للشفتي أبحث منزلة كربنا والقلب مشتاق إلى كربنا والله لين أنساك يا كربنا لو افتعوا مي مفصل مفصل والله لين أنساك يا كربنا لو افتعوا بمفصل مفصل شرفك رب العول كربنا والقلب مشتاق إلى كربنا شرفك شرفك رب العول كربنا والقلب مشتاق إلى كربنا عيف لطف رب الجلال صفة أرض العدال مواطن للعقيدة مواطن للعقيدة حوث أشرف سلالة أهل بيت الرسالة مواقف هالمجيدة مواقف هالمجيدة عبو اليمة ورجالة علن بيها نضالة تتب بالدم رصيدة رصيدة دخل ساحة قتالة بوفو هم وبسالة شجعها دم وريده شجعها دم وريده لولا حسين لم تكن أرضوها إلا فلانت مقطر روضوها إلا لاشي أرحة موئلة ترب لا والقلب مشتق إلا ترب لا الله لين هم شاكي يا ترب يا هم شاكي هم شاكي هم شاكي عمال احسين ورحة ترب هم شاكي حمال الله وديكم ولي ريجب عد خليقوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر